الحقيقة زي ما بقول لحضراتكو ملفاتنا النهاردة كتير هنتكلم بالتفصيل على صفقات السوق المصري عاملة ازاي هنتكلم على نادينا النادي الاهلي الحقيقة اللي بيستعد بشكل كبير جدا لمعسكر الصيف الحقيقة النادي الاهلي خلاص بيستعد بشكل كبير جدا في الاستعداد للمعسكر سيقام ان شاء الله في احد الدول الاوروبية وفي الغالب هيكون في النمسا بيخلص كل الاجراءات الخاصة بالتأشيرات استخراج التأشيرات انهاء كافة الامور الادارية طبعا بقيادة الكابتن خالد بيبو الحقيقة من اول ساعة يستلم المهمة الحقيقة عنده شغف وعنده قوة وعنده اسرار ان شاء الله انه يكمل المسيرة النكحة للكابتن سيد عبد الحفيظ وده عادة النادي الاهلي يعني كل جيل بيسلم جيل سواء على مستوى الفني على مستوى الاداري حيث كابتن خالد بيبو في اتصالات مستمرة مع مستر كولر خلال الايام اللي فاته وبينصقه مع بعض كافة الامور الادارية قايمة الفريق المبدئية مجموعة اللاعبين ان شاء الله اللي هتتضم للمعسكر واكيد او من منتظر ان يكون فيها مجموعة الحقيقة من اللاعبين الشباب النادي الاهلي والجهاز الفني اكيد هيستعين باللعيبة شباب وده مهم جدا قبل ما يبدأ الموسم عندنا بطولات كثيرة جدا جدا وده بيرجعني الزمان شوية اول خبر كان بالنسبة لي ان انا انضميت للفريق الاول النادي الاهلي الحقيقة كان عندي تقريبا 18 سنة ونص 18 سنة وكان في معسكر في غزلافي وكنت بنطلع نتمرن شوية وننزل شوية مع لعبناش طبعا مباريات رسمية انا وعدد من اللاعب الموجودين افتكر كان عمرى انور ومحمد عبد الجليل لكن الخبر استعيد كان بالنسبة لي في الوقت دوت ان هاني يلا طلع الباسبور وطلع الاقامة والتأشيرة عشان انت هتكون متواجد مع الفريق الاول النادي الاهلي في المعسكر الاوروبي الحقيقة كنت سعيد جدا كنت فرحان جدا 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 ان انا هكون متواجد مع كوكبة من النجوم مع الفريق الاول النادي الاهلي في المعسكر خارجي وخلي بالكم دي بتبقى بدايات بداية التقلق ان شاء الله للمجموعة انا بقول كده علشان المجموعة اللي هتطلع ان شاء الله باذن الله من المنتظر في مجموعة من الشباب هتكون متواجدة في المعسكر الاوروبي اشتغل كويس جدا في هذا المعسكر يعني طلع امكانياتك المعسكر ده بيكون صعب جدا خلي بالكم معسكرات الاعداد بتكون معسكرات صعبة بيبقى فيها جهد بدني كبير جدا وجهد زهن كبير جدا وفيه على الادارة الفنية بتشوف وبتحاول تحط ايديها يعني بتحط التوتش الاول كده على الشكل اللي هيزعر عليه النادي الاهلي السنة اللي جاية وبالتالي دور الشباب مهم جدا خلال الفترة اللي فاتت كان ليهم ادوار الحقيقة مع كولر والراجل بيشوف الشباب الموجودة عندنا في النادي الاهلي بيشوفهم وبيهتم بيهم بشكل كبير جدا فالمعسكر ان شاء الله هيكون باذن الله معسكر ناجح في الغالب هيكون في النمسا والمعسكر زي ما بقوله حضراتكو بيكون على المستوى البدني بيكون صعب في مشاقة كبيرة جدا جدا واللعيبة علشان كده اللعيبة حتى في الفترات التواقف ديت ما بيكونش فترة سلبية كل اللعيبة بعد ما بتبعد شوية عن الكورة وعن الأجواب بتبدأ تخش الجيم تجري شوية لازم يحافظ على معدل معين من اللياقة يعني ما بيروحش صفر اللياقة لازم يكون عنده معدل من اللياقة البدنية والبرامج التدريبية اللي بتتسلم للعيبة قبل الأجازات كل واحد عنده برنامج تدريبي بيتمرن عليه أو بيمارسه خلال أجازته ما بيكونش خلاص بس على البحر كده لعشرين أو خمسة وعشرين يوم لا بيبقى فيه فترات بتبقى راحة سلبية خالص وفيه فترات بيقضي اللاعب ببرنامج بيتسلم له قبل ما يطلع على الأجازة وبالتالي لما بيروح المعسكرات بيبقى فيه الاهتمام بالحالة البدنية أكيد وبيكون رجوع اللاعب للحالة البدنية بيكون أسرع طالما هو عنده لسه جزء من اللياقة البدنية وبالتالي بتبقى الأمور صعبة ولكن زي ما بقول لحضراتكم مهمة جدا لكل لعب مهمة جدا للمدير الفني أنه زي ما بقول لحضراتكم بيقف على شكل الفريق وبدايته فيه بدايات الموسم خاصة يمكن نادي الأقلي عنده يعني خلال الأربع شهور اللي جايين عنده بطولات كثيرة جدا جدا سواء على المستوى الأفريقي السوبر الأفريقي على مستوى كاس العالم للأندية